السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة يا جماعة رجعنا في فيديو جديد وهو وسائل نقل المياه بس قبل كده يا جماعة من تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس والعيقات ولفتة لقات عشان نقدم كل ما هو جديد نبتد بسم الله الرحمن الرحيم المحتويات اللي نتكلم عنها النهاردة 1. وسائل نقل الماء 2. نظام توزيع الماء 3. أجزاء نظام توزيع الماء 2. النقطة الأولى وسائل نقل الماء 3. يعد توفر مصادر الماء وسهولة نقله للمنازل عاملا رئيسيا في بناء المدن ووجود التجمعات البشرية 4. ففي الماضي كانت تقام المدن والقرى والحضرات بالقرب من مصادر الماء العزبة 5. كالأنهار والبحيرات والوحاة كما تمنى الخزنات الضخمة والأبار لجمع ماء الأمطار 6. والاستفادة منها ومن أهم وسائل نقل الماء من مصادره للمنازل التي استخدمت قديما وحديثا ما يأتي 7. واحد سيارات نقل الماء وهي مركبات خاصة مزودة بخزان لجمع الماء 8. الحيوانات تحمل الحيوانات أوعية لجمع الماء على ظهورها 9. أو تجر عربات محملة بالماء وتوصلها لأماكن استخدامها 10. ومن أشهر الحيوانات التي استخدمت في هذا الغرض الحمير والخيول والصيران والجمال 11. ثلاثة أنابيب ضخ الماء وهي أنابيب استوانية مجوفة تمتد من مصادر الماء إلى أماكن استخدامها 12. وتعتمد هذه الأنابيب في عملها على مضخات تدفع الماء خلال الأنابيب لإيصالها لأماكن تجمعها 13. وعادة ما توضع صنابير في نهاية خطوط الأنابيب لتحكم في ضخ الماء وإيقافه أو فتحه عند الحاجة 14. يعد الماء عملا رئيسيا في حياة جميع البشر فالحاجة لشرب الماء أساسية للحفاظ على حياتهم 15. كما يدخل الماء في العديد من مجالات الحياة الأخرى كالزراعة والصناعة والنقل والغسيل والاستحمام 16. لذلك توفر العديد من الدول الوصول للماء بسهولة ولكن في أماكن أخرى 17. تعد عملية الوصول للماء عملية شقة تحتاج السير على الأخدام لمسافات طويلة وحمل الماء وصولا إلى المنازل 17. النقطة الثانية نظام توزيع الماء تستخدم أنظمة توزيع الماء في نقل وتوزيع الماء إلى المنازل 18. من أماكن تجميع رئيسية كمحطات معالجة الماء أو أعبار الماء وتشكيل أنظمة توزيع الماء جزءا رئيسيا من البنية التحتية للبلاد 19. فوجود أنظمة توزيع زاد كفاءة يضمن وصول الماء لمحتاجيه 20. وتقليل المخاطر الصحية أن جبعا عدم وصول الماء للأفراد ومن أهم وظائف أنظمة توزيع الماء الأخرى 21. إمداد أنظمة مكافحة الحرائق بكميات الماء الكافية وعادة تستخدم أنظمة مكافحة الحرائق المعتمدة 22. على الماء في المنازل والمدارس والمستشفيات والمصانع وغيرها من المرافق التي تحتاج إلى وجود أنظمة مكافحة الحريق 23. النقطة الثالثة والأخيرة أجزاء نظام توزيع الماء 24. تتكون أنظمة توزيع الماء من خزنات وأنابيب ومضخات وصمامات وموانع 25. التطفق العكسي وخزنات فرعية وعدادات حساب استهلاك 25. وغيرها من الأجزاء الهيدروليكية الفرعية ومن المهم الحفاظ على نظام توزيع الماء بتغيير مكوناته 26. عند انتهاء عمرها التشغيلة ومن الجديد بالذكر أن أنظمة الماء طويلة جدا 27. ففي الولايات المتحدة 27. على سبيل المثال تمتد هذه الأنظمة لمسافاتش هساعي وقدر بعضها بمليون ونصف كيلو متر 28. وبكده يا جماعة يكون الفيديو انتهى معنا نهاردة ياريت ما تنسوش تدعمونا بالشارك في القناة 29. وتفعيل زر الجرس والعيقات والعافية على آيات عشان نقدم كل ما هو جديد نشوفكم في فيديو جديد 30. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته